بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلاب الصف التاسع أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة أستاذ رائد المسعيد نفتح كتابنا إلى الوحدة السادسة وعنوان هذه الوحدة They have made نكمل على الصفحة التالية Important discoveries يعني هم صنعوا اكتشافات مهمة طيب نبدأ بهذه الصفحة الصفحة رقم 61 الصفحة الواحدة والستين وهذا الصندوق Before you start قبل أن تبدأ شو المطلوب مني هنا Look at the pictures انظر إلى الصور بده يعني أنظر على الصور اللي في أعلى الصفحتين الصفحة 60 و61 طيب نظرنا إلى هم بعدين إيش Can you identify the places هل يمكنك التعرف على الأماكن What interesting discoveries do you think they have been there طيب خلينا نشوف إيش الأماكن الأربعة اللي موجودة هناك في الصور أول صورة اللي هي وادي الملوك وادي الملوك فما معنى وادي الملوك The valley The valley of kings The valley of kings وادي الملوك والصورة الثانية هي مكان في الصين اسمه Exean موجود في الصين in China والمكان الثالث اسمه الحصن الأحمر فما معنى الحصن الأحمر بالإنجليزي The red والحصن fort The red fort الحصن الأحمر وآخر شيء آخر صورة هي صورة لمسجد من الطوب الطيني مسجد الطوب الطيني هذا مشفور معناتها mud 4 for the mud break mosque mosque يعني مسجد طيب هيك احنا بيكون حلينا هذا المطلب بننتقل إلى exercise number one التمرين الأول يلي بيحكي لي did your journey to school take a long time today or not طيب إذن هذا المطلب الأول بيحكي لي هل رحلتك حاولوا الترجم قبلية هل رحلتك إلى المدرسة استغرقت وقتا طويلا اليوم واضح أنه الجواب رح يختلف من شخص إلى شخص اللي مشواره طويل للمدرسة رح يحكي نعم مشواري طويل واللي مشواره قصير رح يحكي كلا يعني رحلتي لم تكن طويل وهس رح نجاوب عليه لكن في عندي كمان هنا مبحث آخر أو مطلب ثاني بيحكيني listen استمع and find out about a journey your ancestors made يعني استمع واعرف عن رحلة قام بها أسلافك الأسلاف اللي هم الأجداد how fast did they travel بما سرعة ماذا ما سرعة سفرهم إذن عندي مطلبين المطلب الأول هل رحلة للمدرسة كانت طويلة ولا لا ممكن يكون جواب زي هيك اللي مشواره طويل رح يحكي أجل واللي مشواره غير طويل رح يحكي كلا اللي مشواره طويل رح يحكي yes it did yes it did it يعني مقصود فيها الرحلة و did لأن السؤال بدأ ب did فننهي الجواب القصير ب did وإذا كان لا الرحلة تبعتك غير طويلة بنحكي no it didn't يعني المقصود بدك تختار أو بدك تختاري بس واحد من هذول الجوابين إما yes وإما no مش الاثنين بس واحد منهم المطلب الثاني كم سرعة سفر كم كانت سرعة سفر أجدادنا هس رح نقرأ شيء إن شاء الله رح يلاقي أن سرعة سفرناهم كانت عشر كيلومترات كل جيل يعني ten kilometers ten kilometers كل جيل كل يعني every وجيل generation generation الجيل جمع مفرد أجيال الأجيال جيل والرجيل طيب إذن ten kilometers every generation المطلوب مننا هسا في هذا التمرين أيضا أنه نستمع طبعا الأشياء رح تسمعه في الصف إن شاء الله خير أنا جبت جزء منه خلنحكي أهم الأجزاء منه وهو كالتالي رح نسمع مثلا when our earliest ancestors wandered out of the forests and into the African lands our ancestors progress was very slow they only advanced 10 kilometers in each generation that's about two paces a day لما أشر على كلمة رح أترجمها إذا بتعرفوا معنى ترجمه قبلي إذن أجدادنا الأوائل تجولوا خارج إيش الغابات في وفي أراضي إفريقيا طبعا في البداية يعني بعض الناس بتوقع إنه كان الناس كانوا موجودين في إفريقيا أجدادنا أو تقدم أجدادنا تقدمهم كان بطيئا جدا تقدمهم للقارات الأخرى وانتشارهم كان بطيئ جدا لذلك أنه هم يعني الأجداد فقط تقدموا عشر كيلومترات في كل جيل يعني يولد الجيل ولا حد ما يموت بالمتوسط بيكون هو ابتعد عن مكان الولد في عشر كيلومترات يعني كان الانتشار بطيئ جدا ذلك تقريبا خطوة في اليوم يعني وكأنه في اليوم كان يبعد خطوتين عن المكان اللي ولد فيه طيب بعد ما قرأنا هذا طبعا فيه رح تسمعوا أشياء أخرى مثلا أنه الناس بالأول كانوا يعتمدوا عن نباتات بعدين اكتشفوا أنه في حيوانات جديدة في مكان أبعد وصاروا يكلوها وجاء العصر الجليدي وتجمد بعض المحيط فانتقلوا الناس من من آسيا إلى أمريكا في منطقة ألاسكا لأنها منطقة ضيقة فانتقلوا هناك لما كان متجمد هذه الأشياء نستفيدنا إن شاء الله كمان شوي بعد ما خلصنا جوابنا احنا على التمرين ون احنا قلنا هذا جواب التمرين ون نروح على exercise 2 exercise 2 بدي أنا أشوف هاي المعاني أول كلمة root فما معنى كلمة root يعني جذر مفرد جذور جذور نبات جذر seed seed يعني بذرة progress progress يعني تقدم generation generation يعني جيل طيب الكلمة اللي بعدها pace pace يعني خطوة trail trail بمعنى أثر أثر مثلا واحد لما يمشي يبقى له أثر continent continent بمعنى قره قره to wander to wander يعني يتجول يتجول آخر شيء to advance to advance يعني يتقدم يعني معناها مثل progress progress يتقدم to advance يتقدم بعد ما أخذنا المعاني هون في طبعا هاي معاني مهمة ننتقل إلى العامود التالي في عندي هون exercise number three التمرين الثالث التمرين الثالث بحكي لي read the listening strategies then listen to the figures below try to write them down المطلوب مني إني أستم أول شيء لا أقرأ أقرأ استراتيجيات الاستماع في هون عندي عدة استراتيجيات بدنا إيش إن شاء الله نقرأها وبعد ما نقرأها شوفي في عندي figures هناك أعداد هناك أعداد بدنا نكتبها كتابة هاي الأعداد اللي أنتوا شايفينها بالأرقام بدنا نكتبها كتابة أول شيء نبدأ بقراءة listening strategies استراتيجيات الاستماع اللي بعنوان listening to figures الاستماع إلى الاستماع إلى الأرقام أول استراتيجية عندي هون بحكي لي listen to the figures carefully إيش يعني استمع إلى الأعداد بإيش بعناية طيب البعديها أستاذ شوف البعديها while you listen follow with the numbers written on the page المعنى مع بعض بينما أنت تستمع وأنت قاعد تستمع أها تابع مع الأرقام المكتوبة على الصفحة يعني تستمع وتنظر بنفس الوقت تستمع الرقم تسمع الرقم وأنت تنظر له بنفس الوقت حتى تشرك حاستين السمع والبصر طيب نشوف البعديها focus on the group of numbers on the left of the comma يعني ركز على مجموعة الأرقام على يسار الفاصلة على يسار الفاصلة اللي هي الأرقام الكبيرة try to write down the number as you hear it يعني حاول أن تدون أو تكتب الرقم كما تسمعه وآخر شيء if you can't write it down repeat the number to yourself until it's clear in your mind لو أنك لا تستطيع كتابته كتابة الرقم اسمعت بس ما عرفت تكتبه كتابة بحكي لك كرر كرر الرقم لنفسك حتى يصبح واضحا في خاطرك أو في عقلك طيب بعد ما قرأنا بدنا نشوف إيش الأرقام اللي عندي هون في عندي هون five numbers خمسة أرقام أو five figures نفس الشيء numbers أو figures الأول ألف فيترى كيف نكتب ألف باللغة الإنجليزية رح نكتب هون مع بعض ألف يعني one إيش thousand one thousand طيب البعضيها خمسة ألاف وخمسمية شو رأيكم حاولوا تجاوبوا قبل إيش five thousand five hundred five thousand five hundred البعضيها خمسة وعشرين ألف ما معنى خمسة وعشرين ألف twenty five وألف thousand twenty five thousand الرقم التالي مئة ألف حكوا لي شو معنى مئة ألف بالإنجليزي one hundred one hundred مئة بدنا مئة ألف one hundred thousand thousand يعني ألف صار عندي one hundred thousand مئة ألف التالي في عندي مئتين وخمسين ألف كيف رأحكي مئتين وخمسين ألف أول شيء مئتين two eight hundred two hundred two hundred and خمسين ألف fifty thousand one two hundred two hundred and fifty thousand آخر شيء مليون كيف نحكي مليون من إنجليزي one million one million طبعا نتابه double L طيب حسنا الحمد لله خلصنا هذا التمرين والله الحمد تفاصل قصير ثم نتابع بإذن الله طيب الآن ماذا عن الإكسرسايز number four التمرين الرابع which two important discoveries helped our ancestors to cross continents discuss with a partner المعنى مع بعض أي اكتشافين مهمين ساعد أجدادنا أن يعبروا القارات طيب حسنا في أحد التمرين بجزء ثاني كان في مادة استماع ونقرأتكم جزء من مادة استماع رح تسمع لها فكتلك أنه من الأشياء اللي صارت أنه الناس اكتشفوا ممكن يأكلوا حيوانات فبالتالي ممكن أنهم يطلعوا من المنطق الشجرية اللي متعودين عليها وكمان بالعصر الجليدي صار في منطقة متجمدة استطاع أنهم يعبروا من خلالها من آسيا إلى آلاسكا في أمريكا في أمريكا الشمالية طيب إذن الاكتشافين هو بدي الاكتشافين اللي خلى الناس يقدروا يعبروا القارات الاكتشافين هما اللي حكيناهم أول اكتشاف معرفتهم بأنواع جديدة من الحيوانات اللي ممكن تكون طعام فما معنى هذا الشيء بالإنجليزي إذن الاكتشاف الأول هو اكتشاف العديد من الحيوانات التي يمكن أن تكون طعاما شو معنى اكتشاف discover يكتشف discovering اكتشاف العديد من من الحيوانات animals التي which يمكن أن تكون can يمكن أن وتكون ب طعاما can be food نقطة إذن discovering many animals which can be food الشيء الثاني المحيط المتجمد بين آسيا وأمريكا الجنوبية في العصر الجليدي في ice age تجمد هذا الجزء فالصداع أن ينتقل بعض الناس مشيا على هذا الجليد ما معنى المحيط المتجمد the l ومتجمد frozen وهي frozen طب ما معنى محيط ocean بين between آسيا وأمريكا الشمالية Asia and north america north america نقطة طيب جميل رح نعيد قراءة الجواب عساس لما الواحد منك يجاوب في الحصة يكون قراءته صحيح إن شاء الله ونراجع كمان المعنى مرة ثانية discovering many animals which can be food المعنى اكتشاف العديد من قبل يحاول يسبقوني الحيوانات التي يمكن أن تكون طعاما الشيء الثاني المحيط المتجمد بين آسيا و طبعا هذه d and أمريكا الشمالية خلصنا هذا التمرين بحمد الله وشفنا شو الاكتشافين اللي ساعدوا الناس على الانتقال بين القارات التمرين الخمس بحكي لي look at the world map and find the bearing street المعنى حاولوا تحكوه قبل انظر إلى إلى إيش خريطة العالم طيب بس انظر الخريطة العالم شو أعمل وجد مضيق bearing مضيق bearing هو المضيق اللي عبروا البشر بعض البشر في العصر الجليدي عشان ينتقلوا من من آسيا إلى أمريكا الشمالية هذا هو المضيق اللي اسمه bearing street إذا نبين عليكم مكتوبهم bearing street طبعا المضيق ضيق يعني أنا مش متأكد بس يمكن 20 كم بس المسافة بينتهم فهذا شرق روسيا اللي هو آخر آسيا من اليمين من الشرق وهاي أمريكا منطقة ألاسكا من اليسار من الغرب فانتقل الناس من هون لما كانت هاي المنطقة متجمدة هذا هو التمرين أني أطلع عليها عشان أعرف كيف كان الانتقال بين القارات في العصر الجليدي مشيا على الأقدام طيب خلينا نشوف التالي الصفحة 62 الصفحة الثانية وال60 جميل هون بيحكي لي before you start قبل أن تبدأ what do you enjoy about traveling هذا المطلب الأول المعنى ماذا أنت تستمتع به بشأن ماذا الترحال المقصود في إيش اللي بيخليك تستمتع أكثر عند السفر الناس بيحبوا السفر لعدة أسباب أنت بالنسبة لك مثلا ليش هذا مطلب المطلب الثاني how do you think travel today compares to how it was in the past المعنى كيف باعتقادك أن السفر اليوم بالمقارنة بكيف هو كان في الماضي في فرق بين السفر اليوم وبين في الماضي طبعا في فرق بالسفر إذن المطلبين المطلب الأول اللي هو حكالي إيش اللي بيعجبك في السفر مثلا ممكن نحكي رؤية أماكن جديدة هذا المطلب الأول رؤية أماكن جديدة كيف نحكي رؤية أماكن جديدة seeing new حاولوا تنقلوني places seeing new places طيب على المطلب الثاني السفر اليوم هو حكالي إيش الفرق بين السفر اليوم وفي الماضي طبعا أتوقع كل هاتم التفقين أن السفر اليوم أكثر سهولة وأسرع من السفر في الماضي في الماضي استخدم الناس الحيوانات للسفر مثلا خيول جمال لكن اليوم نحن نستخدم الطائرات القطارات السريعة السيارات إلى آخرين هذا الكلام إن شاء الله بدنا نكتب إيش بالإنجليش لانجوش أذكركم هذا المطلب الثاني لصندوق before you start مع بعض كيف نحكي السفر اليوم نحكي traveling today طبعا is لأننا بدنا نخبر عنه أكثر سهولة السهل easy أسهل easier أكثر سهولة يعني أسهل وأسرع and شو رأيكم faster من السفر من بالمقارنة than عند المقارنة من السفر في الماضي شمعت السفر traveling طيب في الماضي in the past نقطة نكمل بدنا نحكي هسا أنه في الماضي استخدم الناس الحيوانات للسفر كيف نكتبها بالإنجليز نقلوني بالله in the past في الماضي استخدم الناس people الناس استخدموا used الحيوانات animals للسفر for traveling للسفر يعني لأجل السفر ولأجل معناتها for for traveling لكن اليوم but today هل بتحاول الترجمة قبلية الكلمات اللي بتعرفوها نحن نستخدم الطائرات we use lanes فاصلة القطارات السريعة fast trains فاصلة السيارات cars إلى آخره بالإنجليز etc يعني et cetera et cetera et c نقطة et cetera يزي عندنا لم نكتب إلى آخر طيب طبعا مثل ما احنا معتادين رح أعيد قراءة السؤال إن شاء الله مع ترجمته عشان أتأكد أنه ما في عندي أخطاء إملائية وعشان كمان أنت تعرفوا تقرؤوا بشكل ممتاز لما تجاوب عليه في الحصة seeing new places رؤية أماكن جديدة المعنى بالإنجليزي السفر اليوم إشما له أسهل وأسرع من السفر في الماضي في الماضي الناس استخدموا الحيوانات لأجل السفر لكن اليوم نحن نستخدم الطائرات القطرات السريعة والسيارات إلى آخره هيك نقول الحمد لله خلصنا الصندوق هذا نأخذ فاصل قصير ثم بإذن الله نعود أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الأكارم أذكركم الماكان المش مشترك معنا في القناة لحد هسا ياريت ما ينسى الاشتراك تفعيل زر الجرس حتى يجي الإشعارات كل ما ينزل فيديو جديد واللي حابين ندعم القناة ممكن ندعمها من خلال إخبار أصدقائهم عنها أو مشاركة بعض الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي واتساب أو غيرها في عندي هون ريدينغ يعني قراءة إذن بدنا هسا إن شاء الله نطور مهارة القراءة بحكي لي في التمرين number one التمرين الأول look at the title of the text below يعني انظر إلى العنوان للنص في الأسفل طيب خلينا نشوف بالله ننظر للعنوان في الأسفل هاي عنوان النص scott's race to the pole يعني سباق سكوت في شخص هذا اللي صرته اسمه سكوت سباق سكوت إلى القطب طبعا رح نلاقي إن القطب الجنوبي كمان شوي طيب سباق سكوت إلى القطب القطب الجنوبي طيب شفنا حققنا المطلب الأول نكمل do you think scott won this race which continent do you think he was going to كمان في عندي مطلبين مطلب هذا بحكي هل ترجمه قبلي تعتقد أن scott ربيح هذا السباق هو في الحقيقة رح نشوف أنه ما ربح هذا السباق خسره اتأخر شهر في الوصول للقطب الجنوبي وكمان في عندي أي قارة تعتقد أنه كان ذاهبا إليها طبعا قارة القطب الجنوبي رح نكتب هذا الشيء أول شيء هو لم يربح السباق هذا مطلب من المطلبين من أن نجاوبها إن شاء الله هو يعني هي لم يربح لم سهل يا أستاذ didn't يربح win he didn't win السباق the race he didn't win the race وهي نقطة إذن هو لم يربح السباق he didn't win the race المطلب الثاني لأين كان رايح لأي من القطبين طبعا كان ذاهب إلى القطب الجنوبي he هو هو يعني ذاهبا was going إلى to القطب الجنوبي the south pole to the south pole إلى القطب الجنوبي was going to the south pole هيك احنا بالحمد لله رب العالمين بنكون خلصنا إجابة التمرين number one ننتقل إلى to اثنين طبعا واضح to شو بدون مني هاي الكلمات في الصندوق بدنا نلفظها لفظ الصحيح ونعرف معناها يارا تجهدوا دفتر المفردات عشان كل ما أحكي لكم كلمة توقفوا في الفيديو تكتب الكلمة معناها أول كلمة blizzard 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 يعني عاصفة ثلجية blizzard عاصفة ثلجية condition condition يعني ظرف 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 اللي هو مفرد ظروف لأن مثلا نحكي الظروف الجوية الأحوال الجوية فcondition معتها ظرف مفرد ظروف طيب expedition شو معت expedition expedition معناها رحلة رحلة استكشاف expedition رحلة استكشاف لو واحد كتب بعثة كشفية ما في مشكلة explorer يعني مستكشف أخذناها في الثامن مع وليام سافج explorer مستكشف البعديها exposure exposure لاحظوا الS مع الU مع الR مع الE ger ج ج exposure يعني التعرض للبرد exposure التعرض للبرد البعديها frostbite 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 يعني قضمة السقيع أستاذ إيش يعني قضمة السقيع قضمة السقيع هي عبارة عن إصابة إصابة من الإصابات تقع للشخص أحيانا إذا تعرض لبرد شديد قضمة السقيع يعني بتصيب مثلا أنف أو كذا يتجمد وبتموت الخلايا فيصبح يعني عضو ميت من جسم الإنسان frostbite قضمة السقيع pioneer pioneer معنتها الرائد الرائد في اللغة العربية هو الشخص الذي يكون في المقدم وفي الطليعة إذن pioneer الرائد و tragic tragic يعني مأساوي tragic بمعنى مأساوي قبل ما نبلش في القراءة نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل وصلنا التمرين الثالث وهو التمرين الأخير في درس اليوم بحكي لي read the text اقرأ النص إن شاء الله رح نقرأ النص بس قبل نبلش في القراءة ايش كمان في عندي مطالب هون what problems did Scott face on his journey to the south pole المعنى ما المشاكل لا تنسوا الترجمة قبلية دائما ما المشاكل اللي واجه هسكوت في رحلته إلى إلى وين إلى القطب الجنوبي طيب بعدين بحكي لي اكتب write a summary اكتب ملخص عن هذه المشاكل طيب هون احنا في عنا المشاكل اللي رح هسا نقرأ عنها ان شاء الله رح نلاقي انه واجه هسكوت ورجاله اللي كانوا معه ظروف مروعة في رحلتهم طبعا مقصود فيها ظروف جوية طقس مروع في رحلتهم لقد ناضلوا خلال العواصف الثلجية لكن في النهاية ماتوا جميعا بسبب الجوع والتعرض للبرد قصة الحقيقة مروعة رح ان شاء الله هسا نشوف شو تفاصيلها اولا خلينا نجاو على هذا السؤال بحكي لي ايش المشاكل واجهها واجه سكوت ورجاله ظروف مروعة اول شيء قبل ما نحكي واجهها نحكي الفاعل سكوت ورجاله بالانجليز هيك الفاعل بالاول سكوت سكوت رجاله من رجاله بالضمة لأنه فاعل رجاله واجه يعني فاست واجه ظروف مروعة أوفل أوفل مهم كونديشنز 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 يعني ظروف ظروف مروعة في رحلتهم in their journey their journey رحلة يعني journey طيب نقطة لقد ناضلوا يعني هم ناضلوا they struggled they struggled خلال العواصف during during يعني خلال العواصف الثلجية بتذكروا أخذناها قبل شوية العواصف الثلجية the during blizzards blizzards مرت معنا هون هيتها blizzards خلال العواصف الثلجية وفي النهاية and eventually لو حكيت at the end في النهاية ما في مشكلة وفي كلمة ثانية eventually نفس المعنى eventually eventually and eventually وفي النهاية ماتوا يعني died بسبب because of الجوع starving والتعرض للبرد and exposure 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 بسم الله scott's race to the pole سباق scott إلى القطب for the past century people have admired robert falcon scott a pioneer who attempted to be the first to be the first person to the south pole المعنى للقرن الماضي في القرن الماضي ايش حصل الناس قدروا واعجبوا ب robert falcon scott اللي هو مين هو رائد الرائد الذي حاول أن يكون أول شخص يصل إلى القطب الجنوبي طيب إذن لحد هسا احنا الفائد المهم أخذناها أنه هذا الشخص اللي اسمه scott اسمه robert falcon scott كان يحاول أنه يكون أول شخص first person يصل إلى south pole للقطب الجنوبي خلينا شوف شو صار معاه في هذه الرحلة in 1910 scott led his second expedition to the Antarctic he and his crew arrived in january 1911 and set up camp in ماكموردو sound المعنى في 1910 إيش حصل قاد scott ماذا قاد بعثته الثانية أو رحلته الاستكشافية الثانية إلى القطب الجنوبي يعني فيه كان رحلة من قبل بس شكلها ما نجحت أو ما كملها طيب نكمل هو وطاقمه الرجال كانوا معاه وصلوا في شهر واحد من عام 1911 طيب ونصبوا إيش نصبوا camp camp يعني مخيما في منطقة ماكموردو sound هاي المنطقة اسم ماكموردو sound صلاته رسول الله اللهم صلى على نبيه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه أجمعين نكمل as they traveled south they met awful conditions their sledges and ponies could not cope even the dogs had to turn back المعنى بينما هم اسكتوا اللي معاه كانوا يسافرون إلى الجنوب عشان يوصلوا لمركز القطب الجنوبي هم واجهوا ظروفا مروعة زلاجاتهم والمهور اللي كانت تسحب الزلاجات لم تستطع التحمل طيب ايش كمان حتى الكلاب كان عليها أن تعود بشدة الظروف القاسية eventually there were just five men left scott wilson awaits bores and even المعنى هاوا تسبقوني في النهاية هناك كان هناك فقط خمس رجال بقوا بس ظل منهم خمس رجال من الطاقم كامل اللي هم scott اللي هو رئيس الحملة wilson واحد اسمه awaits bores and even طيب نكمل they battled on but when they reached the south pole on 17 january 1912 they found a small tent with a Norwegian flag المعنى هم استمروا بالصراع ظلوا يصار وينظلوا لكن عندما هم وصلوا القطب الجنوبي في السابع عشر من الشهر الأول يعني هم وصلوا وصل القطب الجنوبي طيب لكن شو كان فيه طبعا من عام 1912 يعني في العام التالي هم بلشوا في 1911 وصلوا في 12 بعد سنة لكن شو المشكلة أنهم وجدوا خيمة صغيرة مع عالم نارويجي طبعا هذا يدل على أنه سبقوهم هم كانوا يكونوا أول ناس يصلوا إلى القطب الجنوبي لكن كانوا المتأخرين ثم إن شاء الله نكمل والآن من السطر 11 Like all people who have been beaten the men were extremely disappointed when they started their return journey المعنى مثل كل الناس الذين هزموا الرجال كانوا محبطين بشكل شديد عندما هم بدأوا ماذا رحلتهم للعودة بدأوا رحلتهم بالعودة لكن كانوا محبطين لأنه الهدف ما حققوا They struggled through blizzards Evans died in February and then awaits who had severe frostbite walked out into the frozen conditions on his 30 30 second birthday المعنى هم هذول الرجال سكوتو لي معاه عانوا خلال العواصف الثلجية طيب Evans توفي في شهر اثنين وثم awaits هم كانوا خمسة هستو في اثنين ظل ثلاث معناته awaits الذي عانى من ماذا من الذي كان لديه قضمات سقيع قوية وهم مشوا في الخارج عبر الظروف المتجمدة هذا كان في عيد ميلاده 32 الثاني والثلاثين كان عمره 32 سنة عندما توفي بقدمة السقيع نكمل هو لم يعد المعنى الثلاث المتبقين الرجاء الثلاث المتبقين في النهاية ماتوا من الجوع والتعرض للبرد في التاسع والعشرين من شهر ثلاث عام 1912 طبعا كيف عرفوا التاريخ هذا هم كانوا يكتبوا المفكرات لما لا سلقوهم بعدين والمفكرات كان آخر يوم في هذا التاريخ نكمل بشكل المأساوي هم كانوا فقط فقط 20 كيلومتر من مكان لتوفير الطعام يعني كان بس ضل 20 كيلومتر حتى يصلوا مكان تزويد الطعام المعنى بعد ثمانية أشهر شو اللي حصل مجموعة بحث كان يبحث عنهم وجدوا خيمتهم ومفكراتهم دفاترهم رسائلهم ومفكراتهم وصفت الأحداث المأساوية صلى الله رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله منذ منذ ذلك الوقت شجاعة سكوت تم تقديرها بشكل عظيم بواسطة بواسطة الشعب البريطاني بواسطة الشعب البريطاني وهو أصبح بطلا قوميا أو بطلا وطنيا طيب هسه آخر شيء ظل عنا قبل ما نكمل هذا الفيديو هو إعادة القراءة من غير أي تعليق أو أي معاني عشان لما تقرؤوها إن شاء الله في الصف تقرؤوها بشكل سليم وصحيح سكوت's race to the pole for the past century people have admired Robert Falcon Scott a pioneer who attempted to be the first person to the south pole in 1910 Scott led his second expedition to the Antarctic Antarctic he and his crew arrived in January 1911 and set up camp in McMurdo Sound as they traveled south they met awful conditions their sledges and ponies could not cope even the dogs had to turn back eventually there were just five men left Scott Wilson awaits Bars and Evans Evans they battled on but when they reached the south pole on 17 January 1912 they found a small tent with a Norwegian flag the Norwegian explorer Roald Amundsen reached the pole a month before Scott Satr al-Hadashar like all people who have been beaten the men were extremely disappointed when they started their return journey they struggled through blizzards Evans died in February and then awaits who had severe frostbite walked out into the freezing conditions on his 32nd birthday he didn't return the remaining three men finally died of starvation and exposure on 29 March 1912 tragically they were only 20 kilometers from a food supply eight months later a search party found their tent and their diaries their notebooks letters and diaries described the tragic events since then Scott's bravery has been greatly admired by the British people and he has become a national hero wassalamu alaykum wa rahmatullah and he has been